بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله انا دكتور محمد البدري واستاذ وساعد امراض الكبد والجهاز الهضمي والامراض المعادية بالطب الحلوان استشار الكبد والجهاز الهضمي والمناظير الضوئية لو احنا حدين نتكلم عن امراض اكثر امراض الجهاز الهضم شيوعا في الحقيقة احنا نقسم الجهاز الهضم ده الى قسمين جزء علوي جزء سفلي الجزء العلوي اهم الاعراض بتاعته انتهبات المعدة وبرسومة المعدة التهابات المعدة والتجاع المريء والحموضة اللي كلنا تقريبا بنعاني منها سواء بشكل متكرر او بشكل غير متكرر فيش حد مننا ما عندوش المشكلة دي وجرسومة المعدة ودي جرسومة بتصيب نوع من البكتيريا بيصيب المعدة وتؤدي الى التهابات في المعدة وتقرحات في المعدة وهي بتنتقل من المريض الى السليم عن طريق الاكل يعني عادة الغذاء الملوث الوقاية في الحقيقة هو الغذاء السليم الغذاء السليم يعني ابعد عن التدخين ابعد عن الحاجات الحريفة الشطة كلنا بنحب الاكل المسبك وطعمه كويس وكل حاجة ولكنه بيزود افراز المعدة الحاجات الاطعامة اللي فيها مواد حفظة المياه الغذية الحاجات دي كلها بتزود افراز المعدة وتزود الاصابة بامراض المعدة اللي هي بتبقى مريض بيجي بغثيان او قيء او قلب اعلى البطن او حمودة في المعدة ويجي رثومة المعدة لو شكين فيها بالطبيب المتخصص هو اللي بيطلب التحليل خاصة بيها ويجي دقص في العلاج دي امراض الجهاز الهضمي السفلي بقى هي امراض القولون اشهرها طبعا بلا منازع قول عصبي مين ما عندوش قول عصبي طب هيجي بايه؟ هيجي بانتفاخ، هيجي بقلم، هيجي بإسهال، هيجي بيمساك وغيره الحاجات التانية اللي هي النزلات المعوية ودي اكثر طبعا الامراض الجهاز الهضمي السفلي انتشارا النزلات المعوية سواء كان سببها بكتيريا او سببها توفيليات او سببها اي فيروسات بتصيب الجهاز الهضمي السفلي وبيجي المريض بألام في البطن مع إسهال بدرجات مختلفة الوقاية ازاي؟ الوقاية لو جينا بقى نتكلم في القول العصبي او الجهاز الثاني هنقول الوقاية في ثلاث حاجات كل قليلا كل كل شيء ابتعد عن الشدة النفسية هل ده سهل؟ اكيد مش سهل ولكن تسجد وقارب حاول نحافظ على هدوءنا وتفكيرنا في الامور بشكل ايجابي مش بشكل سلبي عشان ما يعكشت سلبيا على ساحتنا والتخزية السليمة والرياضة ده كل الحاجات دي بتقينا من الاصابة بامراض الجهاز الهضمي سلم الله الجميع من كل سوق لو واحدة حابين نتكلم عن اكثر الامراض شيوعا في الكبد بنلاقي في الحقيقة بياجي على رأسها امراض التهاب الكبد الفيروسي انتهاب الكبد الفيروسي هو عبر عن قسمين اما انتهاب الفيروسي finalement فيلتقل عن طريق الفم و ده اهمهم الفيروس الفيروس والفيروس اي او للتهاب الفيروسي اللي بينتقل عن طريق الدم او اللقاءات الجنسية الغير امنة ده فيروس بي و فيروس دي و فيروس سي الحمد لله بفضل الله سهد الجهود اللي فوزلت دفيروس فيروس سي باندواته ليب والاصابة بفيروسات الكبد اللي هي تنتقل عن طريق الفم دي عاداتها الناصمية ومن رحمة ربينا بينا برضو ان هي غالبة وما بتبقاش مزمنة عشان نتجنبها لازم النظافة الشخصية وغسل الخضار والفاكهة بالمية والتطفير المستمر للأيديين وللأواني اللي أنا بستخدم فيها الأكل قبل استخدامه بالنسبة للفيروسات اللي بتنتقل عن طريق الدم ومشتقاته أو الوخز بالقبر أو عن طريق اللقاءات الجنسية الغير آمنة دي عشان ابتعد عنها لازم السفتي بق يعني السفتي ازاي ان أنا بننبه دايما على عادات الأسنان الأماكن للحلاقة الإبر تبقى إلا وانا هاخد الإبر دلوقتي تبقى الإبر إلى حد كبير ما حدش بيستخدر إبرة مكاني التاني وبالتاني كل ما كنت فيه وقاية وعلم ودراية بالمرض ومسبباته وكيفية الوقاية منه كل ما كانت الوقاية تبقى أسهل إن شاء الله الأعراض اللي هيجي بها المريض عادة ممكن يجي من غير أعراض خالص أو شوية من للقيق مع غثيان مع ارتفاع تخريف ضرورات الحرارة لو ظهرت صفرة خلاص بتبقى الدنيا مزبوطة باستشير الطبيب بتاعي وبشوف اللي علاجه لناسي ورا لو جاءنا ننتقل بقى عن أكثر الأمراض السبب التاني للفيروسات الكابدية واللي بقى موجود دلوقتي الكابد الدهني الكابد الدهني من الأشياء التي تصيب الكابد واللي ظهرت في الوقاوينة الأخيرة بسبب تغير نمط الغذائي بتاعنا والسلوكس الغذائي بتاعنا استخدام بقى الفاست فود والوجبات الجاهزة ده بقى كثير ده أدى والسمنة واستخدام السكريات والنشويات بكثرة ده أدى إلى ظهور ما يسبب بالأمراض الكابد الدهني ودي في الحقيقة حلت محل الفيروسات الكابدية كخطورة بالنسبة للكابد وبتسبب مشاكل كتيرة بالنسبة للكابد يجب التوعية بمرأة أمراض الكابد الدهني من أجل الوقاية والمحافظة على الكابد سليم وصح هل الكابد الدهني دي أعراض؟ إيه أبرز أعراض اللي يتجد على الإنسان؟ في الحقيقة إن الكابد الدهني ملوش أعراض الكابد الدهني هو إن كمية نسبة الدهول في الكابد بتزيد مش هيصهر قالبا أعراض على الكابد إلا في حالات قليلة خالص وعادة بيجي المريض يكتشف بالصدفة بيعمل صنار لأي ساب من الأسباب بيعمل فحص دوري فنلاقي الكابد لامع أو إنزمات الكابد عالية إنما الناس اللي هم عندهم سمنة نسبة كبيرة جدا من الناس اللي عندهم سمنة عندهم كابد دهني ولكن 20% أو 18% من الناس اللي ما عندهمش سمنة بيسموهم لي ناش عندهم كابد دهني فالأسف هو ما عندوش أعراض مفيش أعراض مباشرة للكابد دهني ولكن في ناس بيسموهم هاي ريسك يعني فرصة الإصابة عندهم يكون عندهم كابد دهني زي الناس اللي عندهم سكر وخاصة من النوع التاني والناس اللي عندهم سمنة احنا بتقول التغذية السليمة مهمة عشين فاطر اللي صحة الجسم بصفة عامة وصحة الجهاز الهضم بصفة خاصة ايه الحاجات اللي ممكن تدر الجهاز الهضم والكابد خلينا نقول القاعدة بتاعتنا كل كل شيء كل قليلا ابتعد عن الشدة النفسية بس يعني كل شيء لا مش كل شيء ما هو فيه حاجات عامة وحاجات خاصة يعني أنا لو أنا عندي أمراض معينة مرضى الضغط أو مرضى السكر لازم يخاف هو من بعض السكريات والنشويات خلينا نقول السكريات والنشويات التكثير الكثرة منها مدرة جدا للكابد ازاي نحن المريض اللي عنده التهاب كابد دي بنعيشه على العصائر بنعيشينه يعيشه على العسل وخلاص بتوقع ان السكريات الكتيرة ديت مهمة للكابد هي السكريات ديت البسيطة دي سهلة في الهضم والامتصاص ما بتعملش ازعاج انما المشكلة في الكثرة لو انا اكثرت من استخدام النشويات اكثرت من استخدام الحلويات انا بضر الكابد بشكل غير مباشر وذلك من خلال ان انا بعمل سمنة وبزود فرصة الاصابة بالدهو والكابد الدهو فبالتالي انا بقلل النشويات وبقلل الحلويات والسكريات وخاصة الاطعامة اللي فيها مواد حافظة اطعامة المعلبات بالصفة عامة دي بتضرنا جدا حاجة مهمة جدا بننبي عليها لان بالوقتي بنشوفها كتير اللي هي الاعشاب هو الاعشاب ممكن تضرنا احنا معروف لو ما باخد اعشاب يبقى لو ما خفيتش مش هضرني لا الاعشاب ليها ضرة زي ما ليها نفر لانك اللي عشبي يعني هدي مثال لحضرتك العرق سوس حلو جدا كل اللي مستخدمه في رمضان طب هو تضره اللي ما تضرش هقولك ما يضرش او يضر على حسب المريض يعني يعني العرق سوس هو بيحبس المية والصوديم والاملاح في الجسم ده كويس ده كويس عشي الصيام طب عيبه ايه بقى عيبه ان لو عنده مريض عنده ضغط دم مرتفع عنده مشاكل في الكلة عنده مشاكل زيادة كمية المية في الدم في الحياة هيضره يبقى اذا مفيش حاجة اسمها الاعشاب لو ما نفعتش مش هضر الناس اللي بتاخد حاجات للتخصيص او الناس اللي بتروح لتتردد على اصالات الرياضية وبتاخد بعض الحؤن او بعض الاعشاب او بعض الحاجات الاضافية عشان تزود او تقلل في الوزن بشكل كده بقى شكل كده لو سمحت لازم تكون الحاجات دي تحت اشراف طبي وما بتفيش ان فلان اخدها او الناس بتوصفها لا اللي يناسبك ما يناسبكش غيرك لو سمحت استشير الطبيب المتخصص عشان تبقى في الامان لو احنا بقى بنتكلم عن الكابت الدهني فحنا متكلم عن مشكلة مش قليلة بتقابلنا كلنا وما قدرش اقول مين ما عندوش كابت دهني الا بعد اجراء الفحص ليه؟ لانه لا يصيب الناس اللي هما اللي عندهم سمنة فقط ولا يصيب الناس اللي هما ما عندهمش سمنة وبصيب صراحة كل الناس بس بنسب مختلفة 17% من الناس اللي عندهم كابت دهني لين يعني ما عندهمش وزن ونسبة كبيرة من الناس اللي عندهم وزن زيادة هما عندهم كابت دهني وخاصة لو كان عندهم سكر من النوع التاني ازاي اعرف ان انا عندي كابت دهني؟ في الحقيقة ما فيش اعراض وما تنتظرش يحصل اعراض وان شاء الله ما تنتظرش اعراض لان لو ظهر اعراض بتبقى مش اعراض الكابت دهني ولكن اعراض قصور ومشاكل كبت هعمل ازاي لو انا هيرسم؟ يعني عندي فرصة الاصابة من مرضى الكابت عندي معامل كثورة يبقى انا اتوجه الى الطبيب واعمل فحص طب هفحص ايه؟ بواسطة خالص هنعمل سنارة على الكابت السنارة ده بيقول لو الكابت سريم خلاص كافى اللهم ممنين القتال وفيش ايبوش كابت طب لو الكابت لامع حاج مكبير شوية بقتر اعمل انزيمات كابت بقتر اعمل دهون كاملة في الدم عشان اطمن ان ما فيش دهون في الدم يعني لان انا ده مش بيعالج كابت انا بيعالج مريم بالاضافة تانية بقى ان في وجود جهاز اسمه في الجهاز ده بيقيس مدى صلابة الكابت لان لما يترسل دهون في الكابت بتأثر على صلابة الكابت في بالتاني بيحدد لي الجهاز ده آآ لسبه الاصابة بالدهون الدرجة الاولى او التانية او التالتة هل في التهابات او لا سواء التهابات ديت بالدرجة الاولى او التانية او التالتة او الرعبة في الحالة ديت لازم ابدأ بقى كمريض و كطبيب كطبيب نبدأ في فتة العلاج اللازم تنتهي ان شاء الله بالتعافي من التهابات الكبد الدهنية ويشاف الله الجميع وسلمكم من كل سوء من الحاجات المهمة والمفروض نعرفها وخاصة في الفترة ديت من يونيو الى ستمبر كموسم يعني للاصابة بامراض الجهاز الهضمي والامراض الماضية البكتيريا العنفوضية الذهبية دي نوع من البكتيريا موجودة بشكل متعايج على اسطح الجلد موجودة في الانف موجودة في الجهاز التنفسي وموجودة في الجهاز التنسولي السفلي للمرأة في العادة ما بيعملش اعراض ومسببش مشاكل الا في ظروف معينة الظروف المعينة ديت ان المريض يكون مصاب ان المريض يكون اكثر عرضة للاصابة بالمرض نتيجة نقص المناعة زي الصغار السن والاطفال يعني وكبار السن او الناس اللي عندهم نقص مناعة سواء مكتسب الايدز او نتيجة اخذ بعض الادوية او بعض الامراض زي السرطنات اللي تسبب نقص المناعة في الحقيقة الاصابة بالبكتيريا العنقودية هي عادة موجودة على الجلد وبتعمل بثور وبتعمل حاجة اسمها إبطايجو او بعض البثور وسطحية على الجلد ودمامل وخاريج ولكنها قد تسبب تسام جزائي تسام جزائي ازاي ان البكتيريا تبقى موجودة في الطعام طب هاي الموجودة البكتيريا لو موجودة على الطعام هسخنه او هغليه هتتهي المشكلة في الحقيقة لا لان البكتيريا بتفرز سموم السموم ديك مش هتختفي او هتنتهي بتسخين الاكل وعشان كده زي ما قلنا هي موجودة على فطح الجلد فلازم قبل تحضير الطعام مش تناول الطعام قبل تحضير الطعام هي موجودة على جلدي وخاصة لو في اي اصابات جلدية لازم اخسل ايدي كويس بالمية والصابون لازم بعد ما اخسل ايدي انا الشف بمنديل او بحاجة خاصة بيا وتستخدم لمرة واحدة وانا بقى في الحلفية بتاع السمبور اقفلها بواسطة المنديل ورمي لازم الانية والاشياء اللي انا بستخدم فيها سواء كان بقطع فيها الحاجة اللي انا هستخدمها فيها اعداد الطعام يعني اخسلها كويس عشان اتطمل ان ما فيش اصابة مباشرة مني للطعام وتلوص الطعام طيب في العادي ان الاصابة بالبكتيريا العنقودية كتسمم غذائي هي بتظهر الاعراض بعد ساعات قليلة بعد اكل الطعام وعادتها بتبقى سلف الليمتينج بتختفي لوحدها تبقى الاعراض بسيطة عن شوية اسهال مغاثيان معاقيق وبتختفي في حوالي 12 ساعة الموضوع بيزيد في الناس اللي هما عندهم امراض تانية او اللي هما كبار في السن هيؤدي بقى الى الجفاف والى اعراض نقص السوائل في الحقيقة لو احنا حسينا باي اعراض زي كده لازم نستشير الطبيب مباشرة حتى يتم تشخيص الورض ومعرفة المشكلة وحلها في الحقيقة احنا مش هنقدر نحدد الكمية احنا بنقساش وموضوع الاصابات العدوى عاملة زي موضوع شد الحبل يعني عارفة حدريك لعبة شد الحبل انا لو عندي هنا خمسة بيشدوا اقوية هيشدوا الحبل صح؟ طب لو الناحية التانية فيه اتعاشرة لو فيه خمستاشر لو فيه تسعة بيشدوا الحبل الناحية التانية فهي الفكرة ان ما يقدرش نقول اي الكمية اللي تسبب المرض وخاصة ان سبقلت لحضرتك هي الفكرة في السموم مش بس البكتيريا فالوقاية هي الاهمة طب ازاي الوقاية؟ هارجع اول تاني الغسيل بالمية والصابون الجيد لنفسنا لأيدينا والحاجات اللي بيستخدمها قبل استدامنا في الحقيقة النهاردة هنتكلم عن الاي كولاي او الاشريشيا كولاي دي نوع من البكتيريا موجود بصورة متعيشة في امعاء البشر الاصحاء وفي الامعاء الحيوانات عادة ما بيسببش امراض قد يسبب بعض الامراض في ظروف معينة ومش كل الاي كولاي كسلالة بتسبب المرض ولكن في نوع منها اسمه O157H17 ده بيصيب الجهاز الهضمي وبيسبب اسهال شديد او خفيف او الاسهال ده قد يصل الى اسهال دموي نتيجة لانه بيهاجم البكتيريا دي بتهاجم البطانة بتاع القولون بطانة القولون والامعاء بصفة عامة دي سبحان الله بتتجدد من كل سبعة ايام من خمسة لسبعة ايام بشكل طبيعي في حالة الاصابة بالمكروب سواء كان فيروسي او بكتيري بتتجدد من ثلاثة الخمس تيام طيب مش معنى بقى مين اللي بيصاب بالاي كولاي احنا قلنا لو السلالة ديت هي اللي موجودة فرصة الاصابة عالية لو الشخص هاي ريسك يعني هاي ريسك يعني معرض للاصابة مين هو اللي معرض للاصابة اكتر من غيره الصغار السن كبار السن الناس اللي عندهم ناص المناعة سواء لبعض الامراض زي الايدز او السكر مثلا لو كان بشكل متقدم يعني بيعاني من السكر لفترة طويلة وغير منتظم في العلاج وكذلك بعض المرضى اللي بياخدوا ادوية مطبطات المناعة زي الكورتزونات لفترات طويلة بجرعات كبيرة او ادوية السرطان او غيره المرضى دول بنسموهم هاي ريسك فممكن يحصل لهم المرض ده طيب المرض ده بيجي بشكل ايه هيجي بشكل اسهال الاسهال ده قد يكون اسهال خفيف او شديد يعني عرض مرض كتير او قد يكون اسهال دموي ممكن يبقى فيه ارتفاع طفيف درجات الحرارة الاعراض بتظهر عادة من يوم لاسبوع بعد تناول الاكل الملوث بالبكتيريا ولكن في موظف الاحوال بيقى من ثلاث لاربع تيام المفروض المريض لو حسب الاهراض ده يعمليه في الحقيقة هو لازم يستشير الطبيب ليه لان اولا مش عارفين او هل هو ده المرض ولا لا ثانيا احنا بنحتاج المرض وان كان ممكن يسبب اسهال بدرجات مختلفة اللي ممكن يسبب حاجة اسمها متلازمة التكسير الدم اليوريمي او هيموليتك يوريميك سندروم ودي حاجة الى حد بما خطيرة قد تؤدي الى مضاعفات خطيرة في الكلة او قد تودي بحياة المريض لا قدر الله يشرب سوائل كتير ويتناول الاكل بشكل صحي اهم حاجة عند تناول الطعام نغسل ايدينا كويس من الطهي الجيد للاطعمة وخاصة اللحوم او الدواجن يريت لو وصلنا درجة الحرارة الى 71 درجة مقاوية خاصة الهامبورجر ما عليش انا عايز اقول بس ان ممكن ينتقل من كميات صغيرة يعني ممكن كمية صغيرة من البكتيريا تؤدي الاصابة بالمرض يعني ممكن سندويتش هامبورجر يعملي مشكلة خليها نقول العشبة الخلة الشيطانية او الاطمانطة اللي بتستخدم في بعض المرضى بيصدموها لعلاج البهاء ملهاش وضع خاص كمسبب للعدوى بالإي كولاي او الاشريشة كولاي لان الإي كولاي موجودة زي معنا قولنا موجودة في امعاء البشر الاصحاء وموجودة في امعاء الحيوانات فبالتالي الثمار او الخضروات هتلوس ازاي يمنع ايدي مصابة او الانية اللي محطوطة فيها مصابة او المكان اللي انا بستخدم فيها مصاب ملوث يعني بالبكتيريا او المياه اللي بتروى بيها الخلة العشبة ده او الثمار او الفكهة ملوث بالبكتيريا في الحالة دي فالبكتيريا ملوثة طب المفروض اعمل ايه انا لازم اخسر ايدي كويس جدا بالمية والصابون قبل استخدام الخضار او الفكهة لو انا بقطع الفضار او الفكهة او بحطه على حاجة لازم احطه اخسر المكان اللي انا هستخدم فيه او الحاجة اللي انا بقطع عليها الفضار او الفكهة او الاعشاب برضو من الحاجات المهمة لما اجي احفظ الاطعمة قبل استخدامها محطهمش جانب بعض يعني مجيش مثلا احط لحوم نيئة او هامبورجر بجوار مثل هذه الاشياء لان هتنتقل البكتيريا من بعض الطعام الى غيره فبالتالي ده مش مناسب ولو انا هنا استخدمت مثلا عملت مثلا خيار واطعته استخدمته هنا عشان اجيب حاجة تانية يريد نغسل المكان اللي بقطع فيه او اللي بستخدم فيه قبلها غسلت ايدي كويس فانا ما دعت جزء كبير من العدوى غسلت الانية وغسلت الخضار كويس قدر المستطاع ايب انا قللت فرصة الاصابة العدوى كمان الايكولاي هل من ممكن من ضمن الاعراض التي تثبتها احساس الوقي او الغسيان او بجانب الاسهال؟ كمان وفي الحقيقة ان الاعراض الاساسية للاصابة بالايكولاي هي الاسهال بدرجات مختلفة سواء كان بسيط او شديد عد مرات كتيرة سائل يعني مية بتنزل او متماسك الى حد شوية قد يكون يسبب اسهال دموي بالاضافة الى تقلصات شديدة بالمعدة واحساس بالغسيان واحيانا نبقية في بعض الحالات في الحقيقة من الاسئلة كتير اللي بنسمعها علاقة الايكولاي او الشيشة كولاي باللحوم سواء كان الفاصل فوت ده او الحاجات السريعة زي الهامبورجر او اللحوم العادية في الحقيقة احنا بنقول ان الشيشة كولاي موجودة في امعاء الحيوانات اثناء الزبح ممكن يحصل تلوث للحوم تلوث للحوم بفضلات الحيوان فبالتالي اللحمة اللي جت للبيت اللي انا خدتها دي لحمة ملوزة بالتالي انا لازم اغسلها كويس جدا قبل استخدامها هل ده كافي في الحقيقة لا لازم اثناء الطهي لازم اطم من الدرجة الحرارة تجاوزة 71 درجة مئوية وفي مقياس للحرارة ممكن استخدامه اثناء الطهي في التالي فانا متطمن ان اللحمة بقت سليمة وحتى لو كانت ملوثة فهي امنة وممكن استخدامها والحاجات المهمة برضو الهامبورجر الهامبورجر عادة بيبقى نيء او مش جايد السواء ما بتوصلش درجات الحرارة معلش شي لازم نتطمن ان درجة الحرارة وصلت لواحد وسبعين درجة اثناء الطهي وما اكتفيش بس باختفاء اللون الوردي اللي يظهر على اللي كان موجود قبل الطهي ولما يختفي اللون الوردي معناها ان درجة الحرارة وصلت درجة المرجوة لو سمحتوا لا بلاش خليها نتطمن في الحالة ديت لان الموضوع الايكولاي من الحاجات البسيطة اللي يمكن الوقاية منها ولو تثابت وخاصة في الناس اللي هم معرضين للخطر زي ما قلنا زي الكبار في السنة او اللي عندهم مقصة مناعة ممكن تتودي بحياتهم لقدر الله حافظ الله الجميع وسلامكم من كل صورة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة